وتعالوا ناخد أول سؤال من السيدة ومشروع من القاهرة نعم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله عميس يا دكتور يعني أنا قعبانة جدا ونفسي تسمعني بجد طيب أنا أسمعك بمقدار ما يتيحه الهواء تفضلي الوقت يا دكتور جوزي عرفت اكتشفت أنه بتكلم واحدة على المسينجر طيب شفت التليفون ولقيت بقول كلام بشي قويس خالص دايما طبعا أنت شفت التليفون صدفة آه لا أتفاجئت آه سبحان الله وبقالي عشر سنين يعني مش متوقعة منه كده طيب فبعدين يا دكتور قعدت إيه سكت عن موضوع أسبوع كده طيب وبعدين بكلمه وأقوله يعني إيه اللي حصل بيني وبينك إن انت اتغيرتي كده مش بتكلمني ليه فجاوبك قالك قال لي ايه مش من وشي عشان مش أقوم أضرابك فأنت أقولتيله بقى قلت تفاجيبة لأ مشيت يا دكتور طيب وبعدين وبعدين إيه فتنزلت قعد أسبوع كده بدأ يروح يأكل عند والدته كده بينها أسبوعين ها ويسيب البيت ويروح الشغل طولة النهار والليل إيه له عربية يشتغل عليها طيب قوليلي بقى قوليلي فين السؤال وبعدين يا دكتور رجعت كلمت خاله عشان يتدخل في الموضوع لأنه مش بيطة يتسلم معي ما شاء الله يعني احنا دلوقتي انت كلمت أمه ولا لسه ما كلمتش أمه والدته قالتلي أنا مليه دعوة بيكم ما شاء الله يعني انت كلمت أمه قبل ما هو يعرف هو ما عرفش يا دكتور الله أكبر يعني انت كلمت أمه وبعدين كلمت خاله وهو لغاية دلوقتي ما عرفش لا هو عرف منهم قاله انت بتعمل ليه فيها كده قال أعمل اللي أنا عايزه هاتك مشروء هو مين اللي أعراب لك أمه ولا هو ما هو يا دكتور مش بيسمعني خمص استاني بس استاني يا مشروء بس هو مين اللي أعراب لك أمه ولا هو هو طبعا هو ولا خاله هو يبقى انت عملتي إيه ببساطة خالص أنا عارف ان انت موجوعة وعارف ان انت أنا بحللك مسألتك عشان مسأل ما تتفاقمش ما الوقت هو بأنا إسماعيل بس اللي انت عملتي ده عنده هو ان انت صغرتيه أكيد نقول كده قال لي كده فعلا بالله العظيم طبيعي الرجالة بتفكر كده واحد دلوقتي عنده مشكلة فانت روحتي بمفهومه هو فضحتيه بين أهله طبعا يا دكتور اتكلمت معادة ربي بص يا بنتي بص يا بنتي بص يا بنتي أصلي في مليون طريقة تقولي له ان انت في حاجة عندك عايزة تتكلم فيها يعني اذا كان هو ما بتحورش معاك فانت تروحي تفضحيه بينه وبين أهله بينه وبين أهله وعتعمق هيجي يعمل ايه هيجي يضرابك أنا آسف يعني وده وقت كله سيناريو غلط في غلط ولا عايزه بالله من هو الوقت طردني يا دكتور واخد عيالي عيالي مع والدته عارفة ليه هو دلوقتي مش هو اللي بيكلمني عشان بس ما حدش يجي من السادة المشاهدين يقولوا انت جاي على المظلوم وسايب الظالم اقولك حاجة يا بنتي بعدين هو الوقت ان شاد يربعني خالص يا دكتور قال لي مش عايزة أنا مرتاح مع البنت اللي بتكلم معيها هي مريحانة الكلام معيها ده اسمه الاستبياع ما هو ده اللي أنا بقول ما تحطوش شرك الحياة على حفة الهاوية وبعدين تقوله هو سقط ليه أنا بقول لحضرتك ما احنا ما عندناش في المشكلات الأسرية مشكلة سببها طرف واحد لازم يكون سببها الطرفين فالحل عندي ان انتوا الاتنين تيجوا عشان نتكلم فيه لان ده من المواطن اللي لابد يتدخل فيها خبير انت بتقوليلي دلوقتي ازاي اقف النزيف ده لازم ببساطة خالص احنا نقول ببساطة خالص ان فيه مشكلة بيننا ومشكلة دي احنا سببنا احنا الاتنين انا سببها ان انا لما بصيت في تلفونك بالصدفة ماشي انا سميها بصيت في التلفون بالصدفة الامر التاني ان انت عملت حاجة حرام وجريمة ان انت كلمت حد لغاية دلوقتي ان ما عرفش مستوى الكلام كان ايه لان احنا عندنا خمس مستويات فيما يتعلق بالخيانة الالكترونية فاحنا عندنا خمس مستويات هو ممكن يكون ساعتها خان الادب والاخلاق معاك يعني هو ما اقتربش من القضية الجنسية ما اقتربش من ان هو حصل لقاء مباشر لكن اتكلمه مع بعض اتكلمه مع بعض كان كلام عشان هو عايز احتواء لا ده كان كلام ابتدى يدخل في المنطقة الجنسية لا ده كان فيه مشاهدات وفيه تبادئ اه ده درجات لان كل درجة فيها علاج انت بتسأليني اعمل ايه لازم يتدخل وسيط لازم يتدخل وسيط حكيم يقول للشخص ده ان انتو الاثنين ما كنتوش في حالة نضوج هي ما كانتش في حالة نضوج لما هي بصت في تليفونك انا اكرر بصت في تليفونك صدفة وما كانتش في حالة نضوج ان هي راح تكلمت اهلك وخليتك وخليتك سورة يبقى اول حاجة اسمها جلسة المصارحة كنتو لازم تعودوا جلسة المصارحة متأخرة طبعا متأخرة وعيروح حد يقول له انت يا سيدي عملت حرام انت مأمور بان تحفظ فرجك وان تحفظ عينك ومأمور كمان ان انت تحفظ خاطر الزوجة اللي انت متجوزها فانت كده بتضيع من تعول فانت عملت جريمة قد تصل الى الكبيرة طب والحل ايه وايه بقى تعالوا بقى نقعد ونعيد الكلام حول الضوابط اللي ممكن تحكم حياتنا الزوجية بيدفع ايه بيدفع ان احنا الاتنين بنحب بعض وما عملناش الاشياء دي غير وحنا بنحب بعض طب وازاي هو راح خان احنا لغاية دلوقتي لازم نعرف الدوافع وخاصة ان هو لما بيقول لك التعبير ده انت ممكن تفهميه ان هو بيقول لك ان هي احسن له لان هي بتسمعه قد يكون عدم السماع منكم انتو الاتنين فلذلك احنا محتاجين وسيط يتوسط عشان تلتقوا انتو الاتنين وبعدين لما تلتقوا انتو الاتنين محتاجين خبير عشان العملية تتعامل بحرفية شديدة وبصنعة عشان نخرج مما نحن فيه بحاجتين هندخل وسيط من حكماء الاسرة يجمع ما بين الرؤيتين عشان يبقى انتو الاتنين عايزين ترجعوا البعض لان فيه واحد خلاص واحد وصل الى حد الاستبياع فلازم الحكيم ده يخليكم يقول لكم روحوا للخبير بقى وتجن على مركز الاشياء الزواجي في در الافتاء المصري اشتركوا في القناة